السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة في مجديد مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد فاليوم ان شاء الله سنحضر مع بعدياتنا العصير الذي نشربه في الاعراس سنحضره بطريقة سهلة ومبسطة الذين يريدون أن يعرف الطريقة يلا ندخل مع بعدياتنا الكوزينة ونرى المقادر من هذا العصير بالنسبة للمقادر سأحتاج 750 كرام من سكر ساندة كذلك سأحتاج النكهة فأنا سأضعه بها فأنا سأضعها بها سأضع هذه الخمسة ونأضع ضانون بها وهذا يكون كريم نأضع نصف لتر من الحليب ونأضع رجم عالق من الساندة الحمضة ومعالق نصف من فيكولا أو لمختر العصير فالأشياء المهمة بالنسبة له هي ساندة الحمضة وفيكولا بالنسبة له فهي مختر العصير فنأضعها مع القونس لأنها تختر لنا العصير كذلك سأضع الملون أحمر بالنسبة للملون فيمكن لكم اضعه سأضع 750 كرام سكر ساندة سأضعها في البلاستيكة فبالنسبة له أنا ساندة فأضعها في هذا الكاس أضع 750 كرام سكر ساندة فبالنسبة لهذه الخطوة فضرورية فأنا نأخذ ساندة ونأضعها في الميكة أو البلاستيكة سأضعها مع القونس كما كنت لكم من فيكولا أو مختر العصير أو نشاة البطاطا ولكن في الأسكن فيكولا تتبعها لديك الكبير لوازم الحلويات من بعد ما زدت مع القونس فيكولا لهذه السكر ساندة سأضعها من السندة الحامضة سأضعها هذه الميكة التي تقوم بها السكر ساندة والفيكولا محلولة نشأ الميكة ونحزمها نضعها ونحزمها ونخلط لتدامج السندة مع السندة والحامضة لأن لا نرى كيف نتعلق الميكة مباشرة لأن السندة سعيد من بعد ندوبها ثم نضع سندة حتى ندامج الريكولا والسندة الحامضة نضيف القرعة الخمسة اترا نضيف الدواز و نضيف سندة الحامضة ثم نضيف نسف لتر من الماء ثم نضيف نسف لتر من الماء البيض نضيف البيض و نحرك فيه نضيف نسف لتر with me ولا استخدام الاستخدام ما هو الح Wed و نضيف الدشرة من استخدام الاستخدام سأضيف الماء و نضيف ماء نصف ماء كما قلت لكم فأنا في الأول فأنا أضفت ساندة في البيض و ثم أضفت لها نصف ماء و نضيف الماء و نضيفت لها نصف ماء عندما أضفت أولا خطي الماء حتى أضفت لماء من بعد عاود تحليت البيضو وضفت نص سيطر الحليب وضفت نكهة الفريز يمكنكم كدلك تأخذ هذه النكهة التي تكون في القراءة ديونساج بالنسبة لي انا هذه تكون مركزة كدلك من بعد ما ضفتها فسليت البيضو وعاود تخلط فقد تنخذ مزيان او لا نخلط مزيان حتى ندمجي الحليب مع ذلك الماء بالخلاة ديال السكر السنية نخلط مزيان من بعد حليت البيضو ونضيف الماء بشوية بشوية كما قلت لكم يمكن لكم طيفو بنص سيطر بنص سيطر او لا بلاتر بلاتر بنسبة لي انا احنا ضفت نص سيطر تاني ديال الماء من بعد فانا ضفت دانون بالنسبة للدانون فاوحد نصيحة نقولها لكم خضو الكريمي يعني الدانون اللي كيكون كريمي حسن ما تاخدوه الدانون اللي كيكون عاقد مجرد ما تتتتتفوه العصير فراكي حقايت لكم كيبقى مكركبه اما الكريمي لا من بعد انا ضفت الدانون وكذلك ضفت رسم علاقة من الملون الاحمر كيبقى اختياري بواتوه الدافوه بوشتتفوه فيمكن لكم ما تتتفوه ولكن انا كنضيفوه من بعد كذلك سوف نستطيع البيدو و سوف نخلط جيدة البيدو أو نخط جيدة في البيدو كما أخبركم في الفيديو فهذا لا يحتاج أن نخلط جيدة أو التحرك جيدة يعني سوف نحرك كثيرة جيدة بعد ما سوف نخلط البيدو جيدة سوف نحل البيدو و سوف نضيف نصيطر ثاني كما قلت لكم ممكن لكم تبدأ بالليطر أو بالليطر أو بالنصيطر فأنا نضيف نصيطر الماء و أعود أن نستطيع البيدو و أريد أن نفرغه جيدة بالنسبة لي هنا فرزت الماء و قد أضيف التشوييه الملون حتى نحصل على الملون الذي أريد بالنسبة لي هنا فأضفت نصيطر المرات الأولى و قد أضفت أيضا و قد أضيف النصيطر المرات الثانية وبدأت نحرك في البيض فنحرك مزيان مزيان حتى ندامجه لعناصر الذي قدرت في البيض نزيد في المحطة نوصل على 5 اطرة غير هو ركيب يجب أن تحرك مزيان سوف تقطع يديك السمطة التي كانت في البيض ثم نحرك مزيان ثم نزيد الماء ثم نقوم بإمكانك إلى 5 اطرال يجب أن نقوم بعمل أو نحرك بعمل أو نقطع قليل ثم نقوم بعمل ثم سوف ننفذ في الثلاجة او مجمد حتى الآن سوف نقدمه ستكون جيد و بنين و كذلك يجب علينا كمية كثيرة و هو الذي نشربه في العراسات او لم يكن مناسبة لكي يقدمه لنا و ليس مضر لأنه في كرة رهية غير نشط البطاطا بالنسبة للسنة دا حمدا نعرفها و نديرها بالنسبة للملون كما قلت لكم اللي يريدون و يديرون و يشتنبه سوف نعرف مدى سليلة كاملة سوف نصبه او نكوبه لكم في الكيسين و شوفوا الكتفة دياله فراكي يجي عاقد امسوين بالنسبة كما قلت لكم نشط البطاطا او الفيكولا لا تقويوهاش يعني معلقونا صراحة كافية لأنها تعقد لنا العاصر كما قلت لكم معلقونا صراحة كافية فشوفوا الكتفة ديالعاصر و كذلك شوفوا اللون بالنسبة اللون فانتوم اللي كتحكمه في الدرجة دياللون كنتمنى فيديونا ديال اليوم يكون لالاعجابكم وللعجبكم فيديو بطبيعة الحال ما تنسوش تبارتاجيوه مع الاهل واصدقاء وبالنسبة الناس اللي كيشوفوا القناة ديالنا لأول مرة ويعجبهم المحتوى ديال القناة ديالنا ما ننسوش يضغطوا على اشتراك وضغطوا على الجرس باش يتوصلوا بالجديد ديالنا دمتم فراعة الله وعلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة